يواجه شاب مغربي يدعى إبراهيم سعدون عقوبة الإعدام التي قد تصدر في حقه بعد انطلاق محاكمته رفقة مواطنين بريطانيين بداية الأسبوع الجاري في محكمة تابعة لمنطقة دونيتسك التي أعلنت انفصالها عن أوكرانيا بدعم روسي وكشفت وكالة الأنباء الروسية في أخبار نقلتها وسائل إعلام دولية أن إبراهيم سعدون يواجه عقوبة الإعدام بعد اعترافه بالتهم الموجهة إليه رفقة الشخصين الآخرين وقالت الوكالة الروسية أن الشاب المغربي أقر بالذنب فيما يتعلق بأعمال عنف استهدفت الاستلاء على السلطة وجرى إلقاء القبض على الشاب المغربي قبل أشهر قليلة وهو يقاتل في صفوف الجيش الأوكراني بعد اندلاع الحرب مع روسيا حيث ظهر في فيديو وهو يجيب على أسئلة مقاتلين روس